إلى الشأن الرياضي وخصوصا كأس العالم كأس العالم الحقيقة خلاص يعني توقي يمكن النهائي ونصف النهائي اللي حنشاهده من أيام كنا بنشوف ماتش المغرب وفرنسا وطبعا يعني الحقيقة المنتخب المغربي بزل مجهود مشرف مشرف بشكل كبير وفريق الحقيقة قدر يستحوذ على المباراة حتى سفارة الحكم يعني فرص كتير ضاعت وحاجات كتير كنا متوقعين أنهما حتى على الأقل لو ما فزوش كان ممكن يجيبوا هدف لكن الحقيقة خرجوا خروج مشرف جدا ووصلوا إلى مكانة لم تصل إليها أي فرقة عربية فالحقيقة تبقى مباراة التالت والرابع اللي حيلعب فيها المغرب مع كرواتيا والحقيقة كلنا نتوقع بإذن أن المغرب يقدر يحقق المركز التالت خليني نتكلم في هذا الشأن ونتكلم معاكم شوية رياضة كده ونعرف أيضا ونحيي الفريق والمنتخب المغربي الكاتب الصحفي سعيد قدري من المغرب مساء الخير يا فندم مساء الخير أستاذ شفكاء لأن وسهلنا مساء الخير لكل الجمهور المصري الحاضر بقلبه في الدوحة والحاضر مع المنتخب المغربي ألف ألف تحية لكل المصريين شكرا لك أكيد يعني الحقيقة أنا عايزة أقول لك أنه مباراة المغرب في مصر تحديدا يعني الناس كلها كانت حسة أنه هي يعني بتشجع المغرب بالزبط كأنها بتشجع منتخبنا الوطني فكل التقدير لهذا المنتخب المحترم اللي قدري يستحوذ على الكرة طوال المباراة كلمني أولا على استعدادات الفريق وعلى روح الفريق وعلى أنه هو وصله قد إيه كل الدول العربية يعني حسب الفخر لهذا المنتخب العظيم بالفعل الأستاذ شفكاء بعد ساعات طبعا عشنا فيها على أمل وعاش المغاربة والعرب وكل العرب طبعا عاشوا على أمل الفوز في المباراة فرنسا وأتأهل لأول مرة للنهاية الأكيد بعد هذه الساعات عاد الأمل من جديد إلى وعادة الأنظار في تجاه الدوحة لمباراة يوم السبت المقبل أمام الكرواتية التي طبعا تعادل معها في المباراة الافتتاحية الأولى للعناصر المغربية الأكيد أن الحال من الفرح وممزوجة بقليل من الحزن حزن على ضياع التأهل التاريخي طبعا ولكن فرحة كبيرة بالأمس هنا بالمغرب خرج الجمهور المغربي من المقاهي تعيد جدا بأداء المنتخب المغربي كذلك الجمهور العربي كان تعيد وهنا أسطر على الجمهور المصري الذي تابعنا مجريات متابعته لمباراة المغرب وفرنسا بكل أمل بكل حب وتقدير لم نجهد مثيلا لا اختولاء السنوات والعقود الماضية والأكيد أن الأنظار كما قلت تتجه إلى الدوحة لمباراة المغرب كرواتيا لتحديد الصف الثالث وهو الصف الذي نطمح إليه كمغاربة أو ولد وكعرب وكأفارقة وإن شاء الله أكيد أنا وحضرتك بتكلمني إحنا بنعرض هنا على الشاشة مجموعة من العنوين يعني يبدو أن الصحافة المغربية كانت لا تتكلم إلا على هذا المنتخب ولكن الحقيقة أنا عايزة أكلمك كمان على لقطة حضرية كانت في نهاية المباراة المغرب وفرنسا أنا شفت أن الفريق الفرنسي توجه عدد كبير منه جدا إلى يعني لعيبة المغرب وفريق المنتخب المغربي اللي كان بيطبطب عليه واللي كان بيحييه واللي كان بيشد على إيده الحقيقة كان شيء جميل يعني فشفت أنت ده إزاي يعني واضح أن فرنسا كانت شايفة أن أمامها الحقيقة منتخب محترم يعني من اللياقة من الفيتنس من الكرات الضائعة فأعتقد ده كان تقدير أيضا من منتخب فرنسا بالفعل ولا أذل على ذلك توجه رئيس دولة فرنسا مطمئن إلى متودع ملابس المنتخب الوطني المغربي كذلك الاتصال الهاتفي من العائلة المغربية الملك محمد الثالث وكذلك اللقطات التي هزت العالم وهي بالخصوص لقطة اللاعب ينبطي مع اللاعب عشرف حكيمي الصداقة أولا بعد المقابلة كانت الأكيد أن هذه اللقطات التي تحدثت عنها ليس فقط الجمهور ولا الإعلام المغربي ولا العربي ولكن الإعلام الدولي قرأت في عدد من الصحف العالمية هذه اللقطة ومعنى الصداقة بعد أن وصف الجميع لقطات عناصر المنتخب الوطني المغربي مع أمهاتهم وسط الملعب وهم يرفضون طرحا وهناك عناق والأكيد أن هذه اللقطات ستبقى في الذاكرة العربية أولا وأخيرا أكيد أنا أتفق معك جدا لم يؤدي فقط منتخب المغرب مباريات كروية ولكن كان في حالة إنسانية رائعة هذه الحالة الإنسانية التي ظهرت من أعضاء وأيضا لعبين منتخب المغربي مع الأمهات الحقيقة أعطت شكل إنساني وشكل كده فيه ود وفيه إنسانية وفيه أيضا اعتراف بالفضل لأمهاتهم فأعتقد ده كانت شكل حلو جدا مع الكرة ومع هذا الاحترام والتقدير للأمهات نعم بالفعل وكذلك لن ننسى الجمهور العربي جمهور مصر الحبيب تابعنا لقطات من صعيد مصر من شمال مصر من جنوب مصر حتى الإعلام المصري بدالي وكأنه مغربيا هذه المرة أكثر من المغاربة سأكيد أن نشكر الإعلام المصري الذي تحدث وأذهب في الحديث بطريقة مغربية أكثر من المغاربة عن ما حققه المنتخب في ختام منتخب مغربي عربي إسلامي إفريقي هذا هو المبتغى من مثل هذه التداورات الرياضية شرفنا الكرة العربية وليس المغربية فقط والأكيد أن أملنا وأمل الجمهور والشعب المصري هو أن نحصل على الصفة الثالث وأن نطلع وأن نسوج على القدوم أمام فرنسا والأرجنتين لكيد هذا حلمنا جميعا ولذلك لا أجد الكلمات الشكر لكم جميعا أنا بشكرا كاتبنا الصحفي سعيد قدري أنا أشكرك أولا على شكر الإعلام المصري ولكن هي دي مصر هي مصر أصلها وطن كبير للعالم العربي ومصر لا ترى الجنسيات مصر بتشجع دايما اللعبة الحلوة ولما تكون اللعبة الحلوة من فريق كمان عربي فأعتقد مصر هتلاقيها على طول نسية الجنسية وبتشجع وطن كبير لكل الناس وده كان الإحساس الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي سعيد قدري من المغرب وبتمنى وزي ما إحنا كلنا بنتمنى إنه المغرب تقدر الحقيقة لأنه من حقها من حقها أنها تتصدر المركز الثالث ومش غريبة على المغرب ما على هذا المستوى الرائع اللي شفناه الحقيقة طوال مباريات كاس العالم أعتقد مباريات المغرب وكرواتيا حتكون يوم السبت بإذن الله الساعة الخميسة هي المباريات بتاعت كاس العالم المتبقية سواء النهائي أرجنتين وفرنسا الساعة خمسة وكمان كرواتيا والمغرب الساعة خمسة